يعني لازم تكون علاقة مؤقتة طبعاً يعني فكرة البعد ده يبقى مؤقت يعني يبقى فيه بلان بين الاتنين انه ده الوقت اللي هنبعد فيه عن بعض بعد كده هرجع أو هكيجي أو هتقفل لانه فيه فكرة برضو العشرة ده غير ان انا ابقى معاكي النهار ده على فكرة اللي كان بيحصل زمان بيحصل دلوقتي بس التكنولوجي التكنولوجي بتتغير هي اللي عمت لنا الموبايلات كان زمان زي ما هي بتقول الناس بتروح تقابل في جروبي يروح يعودوا في نادي اليوبل الزمان ولا نادي الجزيرة ولا بتاع ويقابلوا بعضاً من غير ما يتكلموا بعضاً في التليفونات بالوقتي ظهرت التليفونات زهرت الابس زي بالزبط كده زي كده الموبايل وبعدين الاسم اس وبعدين الواتساب وبعد كده الابس وغيرها من الابليكيش قبل كده كان فيه الخطبة على فكرة اللي هي كنا نتكلم عليها يعني فيش حاجة تغيير هو تطور للأشكال مش أكثر بالزبط انا فيش حاجة تغيير في السيستم نفسه لكن رأيي انه العلاقة اللي فيها بعد أو فيها مسافات بتفشل لإن بيحصل فيها يأس أو يعني بتفقد الاهتمام في الشخص مش الاهتمام بالشخص بس بتفقد فكرة اللحم والدم متعامل مصحة من النوم صحيح أفطر معاك أو اتغدى معاك صحيح أو حتى لو هو مشغوله وبالليل هشوفه صح هنقعد هنتكلم كلمتين غير خالص إن أنا أبقى معاكي 24 ساعة على معاك أنا معاكي في المجلس خلي بالك في ناس اتعودت على إن هي بيكلموا بعض على الموبايلات وبتاع لما بيقعدوا مع بعض ما بنتقوش كلمة أه 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 تفهم إليك بقيت قناة الاتصال المفتوحة بينه هي المفتوحة هي المفتوحة بك عرفة اللي فيه شخصيات خوية جدا على وهي بتبعتلك واتساب أو asm as تعادي معانه تلاقيها تتفاجئ